بيبتأ في الميناء سنة 1965 لما أم بلجين خدتها وسفروا أنقرة بعد ما انفصلت عن أبوها لما عرفت أنه بيخونها وبدأت تديها دروس في الغنة لحد ما مدرستها بتقدم لها في معهد الموسيقى واللي بتطلع فيه المركز الأول بتفضل بلجين على تواصل مع أبوها بالجوابات بتروح تسأل على تشلو بتلاقي واحد مميز مصنوع في بلجين لكن غالي بتطلب من أمها تسمح لها تشتغل وتساعد معاها لكن أمها بتعارض وبتقول لها أن الإنسان الغير صبور بياخد حاجات عادية بخلاف الصبر اللي بيكون ليه الحل وأن أهم حاجة عندها دلوقتي دراستها بتروح بالجين عيد ميلاد صاحبتها وبتغني لأول مرة على المسرح وبتكون مبسوطة جدا وبتقول لأمها أنها هتغني ومش هتكون مجرد خياطة زيها بتشتغل في مكتب بريد واللي بيجي لها في عبد الله بيكون عارفها من المالها وبيبدأ يتقرب منها بعد فترة بيعرض عليها الجواز وبيقول لها أنه هيحترم قرارها لو حاب تكمل دراستها ويتجوزوا في الوقت اللي هي عايزة أمها بتقابلوا وبتقولوا أنها مش موافقة وأنهم لسه عيال وأن بنتها قدامها دراستها والأحسن لهم أنهم ينفصل عنها بيوصل مدير المالها لبالجين وبيقول لأمها أنهم عايزين هتغني معاهم وأنه مكان راكي الناس فيما بتجيش بس تاكل كمان بتسمع الموسيقى بتوافق بالجين رغم معارضة أمها ولما بيسألها عن اسم الشهرة بتقول بارجين بتختار بارجين الغنى على المسرح بعد مجالها إنذار من المعهد بالمنع وبتستغنى عن المعهد بتغني بارجين وبتتشهر أكتر وبيجيله مابوها عشان حسب العارق وبنته بتغني في المسارح لكن أمها بتمنعه بتقوله أنه ما كلفش خطره يقرأ الرسائل اللي بتبعتها له كل أسبوع وبترميها في وشه وقتها بتعرف بارجين الجوابات كلها رجعت وأنه ما استلمش ولا جواب وبتنهار مع شهرة بارجين بيتعرض عليها شغلة في أدنى لمدة 3 شهور بتغني على المسارح وبيتبعها بعين واحد اسمه خالص بيبدأ يتقرب منها لكن هي ما بتعرفش أمها بيقول لها إنه ممكن يستقر في أدنى لو هي استقرت ووافقت تتجوزه وبيشرت عليها إنهم لو تجوزوا مش هتغني على المسارح تاني وإنه هيسجل لها أغنيها بتتحمس جدا للفكرة وبتكون مبسوطة لكن أمها بتعارض وبتقول لها إنه في سنة بوها وغامض وهيتحكم في مستقبلها بتعرفوا على أبوها اللي كان ده كل حلمه بتبدأ بارجين تملة من قعدة البيت طول الوقت لكن في يوم بتخبط على الباب جارتها اللي بتحاول تتعرف عليها لكن جوزها بيقف الباب في وشها وبتقول له إنها ما بتشوفش حد ولا حد أمها بيبدأ يعيرها بشغلها في المالها ودفع قصات عربيتها اللي باعها بمجرد جوازهم وبتقول له إنه هو اللي حايلها تتجوزه إنه كان مغرم بيها ما بتكملش كلامها بيكون ضربها بالقلم بتبدأ بارجين تحس إن حياتها بتسود بتكلم أمها من عند جارتها وما بتحسسهش بأي حاجة وبتقول لها قد إيه هي مبسوطة بتعدي فترة وبتبدأ بارجين تتسائل جوزها بيشتغل إيه بيغيب الأسابيع فين وبيخرج بلبس ويرجع بغيره إزاي بعد ما بيطلب منها تحضر العشاء بتقول له إنها هتزور أمها ومش بحتاجة إذنه بيسيبها تكمل كلامها وبيقوم يكمل عليها بتخبط أمها على الباب لكن بارجين ما بتفتحش وما بتحبش أمها تشوفها بالمنظر ده بتوصل للمكان اللي بيلعب فيه أماره وبتهدده عشان تشوف بنتها لكن هو بيتكلم معها باستخفاف آخر اليوم بيصالح بارجين بعقد ألماس وبيقول لها إنه تعصب وإنه إنسان وبيغلط وبيعيدها مش هيرفع إيده عليها بيخرج ويتعش بره والناس بتطلب منها تغني لما بتروح بتعني الويلات للمرة اللي ما تعرفش عددها طبعا بتروح لندرة اللي كاي ترقصها معاها في الملها ولما بتشوف منظرها بتتعصب جدا وبتقول لها إنه كذب عليها وإنه متجوز ومخلف وإنه هو متجوزها بعقد مزيف بترجع بارجين أنقرة لأمها وبتغني على المسارح تاني ولما بيموت أبوها بتضطر تروح بارسل وهناك بيقابلها خالص وبيطلب منها فرصة تانية وبيعيدها يعمل لها فرح أكبر وهيوري الناس قد إيه بيحبها بيحصل وبترجع بارجين لأمها وأخوتها فستان الفرح وبتقول لها إنهم تجوزوا أمها بتنهار وبتقول لها إنه ضيع شبابها مستحيل تسمح بإن ده يتقرر لكن بارجين بتقول لها إنها تعرف تحمي نفسها في الجنينة بارجين بتقول لجزء إنها احتمال تكون حامل بيفرح على غير المتوقع وبيقول لها إنه مش عايز غير بنت حلوة شبهها في اللحظة دي بتقع الكرة على الصفرة وبيكون حدفها شوية عيال وهم بيلعبوا بيقوموا بفقها بسكينة وبيقول لهم يمشوا بعيد بيتخطى من طريقته وبتسأله وهم راجعين إذا كان ممكن الأب بيدرب عياله بيقول لها طبعا لازم يكون قوي والنبوه كان بيدربه وبيعتني بيهم ردت بارجين وقالت إيه اللي اعتناء ده لكن خالص بيفرمل وبينزلها في نص الطريق واللي بيكون مقطوع عبارة عن غبات بعد ما بيمشي شوية بيرجع تاني بيركبها ولما بتروح بتاخد اللي فيه النصيب زي ما تعودت بتهرب وتسيب البيت وبتروح لأختها واللي بيجي لها عليه عشان يسأل عنها لكن أختها بتقول إنها ما جاتش بيتقعد لهم إنه هيلقيها وهيدفعهم التمن وبيروح يحرق بيت أمها بتنقل بارجين وأمها الإزمير وفي يومه هي دخلة مع أمها المزرح بيرمي في وشاة حمد النيتريك وبتتكلم الأخبار كلها عن جزء الغيور اللي رش على وشاة حمد في المستشفى الدكتور بيقول لهم إنهم ما قدروش ينقذوا غيرين واحدة بس بعد ما بتفوق بيحاول خالص يوصل لها ويقناعها إنها تسحب الشكوى وبيقول لها إنه مش هو اللي عمل كده وبيهددها لما سحبتش الشرطة من وراه هيحرق ألبوم مها بيتم القبض على خالص وبياخد سبع سنين بتفك بارجين الشيش وبتنهي مدة حجزها في المستشفى الدكتور بيقول لها إنها محتاجة عماليتين وإن فترة شفاها هتاخد على الأقل سنتين بترجع بارجين للمسرح تاني وبتطلع لأول مرة بعد ثلاث سنين القطاع وهي مغطية عين بتبدأ تسجل أيغانيها بمساعدة الراجل اللي شجعها للغنى وتشهرت بين الناس بشعرها اللي مغطي عين من أيونها وبتتقرم على ألبومها العالمي امرأة الأحزان وده الاسم اللي تشهرت بيه وقتها فأدنى بيكون لها حفلة وأسماء تسليمها عالجمهور بيجي شخصه بيصبها بسكينة في رجليها لكن بارجين بتصر إنها تقوم وبتغني أغنيتها المشهورة لها تحسن لأجلي وسط تشجيع كبير من الجمهور بعد خروج خالص من السجن بيهدد بارجين بمها وبيطلب منها تتصور معايا قدام الصحافة عشان دي سمعته وبرجين بتوافق عشان مش حبة تعاني تاني بتقابل بارجين عبد الله وبيحكي لها سبب مفصاله عنها زمان وبيطلب منها تسمح بتعتب أمها وبتقول لها إنها لو كانت تجوزت عبد الله كانتها تبقى مبسوطة وما كانتش هتعاني لمجرد إنها تحميها بس أمها بتقول لها بحزن إنها كانت شايفة نضاف صح وقتها وإنها ما بتتمنياش في حياتها قد إنها تشوفها مبسوطة في العربية خالص بيقول إنها عاهرة توسريك له وتجوزها وقالت له هتسيب الغن عشانه واستغلته وإنه ما هي السبب في كل ده وهي اللي ممشيها في المسارح بيروح لها القوتيل وبيطلب منها تسمحه وبيقول لها ترجع معايا لكن هي بتقف وشه وبتقوله إن كفاية عليها معاناة لحد النهاردة بتكون الشرطة على الباب فبيمشي وهي مروحة مع أمها بيقطع طريقها بالعربية وبيسحبها من إيديها عشان ترجع معايا لكن هي بترفض في اللحظة دي بيطلع سلاحه وبيصوب عليها هي وامها وبنسمع سوت رصاص بيقفل الفيلم لكن بنعرف إن برجم ماتت وقتها لكن امها نصابت بإصابات خطيرة وفقت بعدها بفترة وبنت على قبرها قفص عشان تحمل باقي من عظمها اللي هو مزهر كبير دلوقتي الناس بتروح تزوره بيقفل خالص واللي ما تذكرش اسمه طول الفيلم لألمانيا ولما رجع يتحاكم بخمستاشر سنة يتخففوا لتلاتة والحزن السر والسلوك يتسجم فعليا سبع شهور بس